سبقاق والآن المشاهدين الفصلح وزير العقل تعجز النزاهة بدولة الكويت الشقيقة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن تتواجدوا معنا أخي جمال معالي الوزير في رحاب بلدكم الثاني الجزاء مجدداً لكم مرة أخرى ترحيبنا بكم وبالوفد المرافق لكم معبيرنا عن غمرة سعادتنا لتلبية الدعوة والقيام بهذه الزيارة الميمونة راجعنا لكم ولمرافقيكم طيب الإقامة وبهذه المناسبة السعيدة أغتنب فرصة هذا اللقاء للتأكيد على عمق العلاقات التي تجمع بين بلدين الشقيقين القائمة على أسس ثابتة نواتها الأخوة والتضامن والاحترام المتبادل بين شعبين الشقيقين وهي المبادئ التي تمهد الطريق لإقامة تعاون مثمر ودائم بينهما وتجسيد ما تصب إليه السلطات العليا لبلدين ومن هنا نبارك الخطوة الإضافية في رسيد الطرفين من خلال التوقيع على البرنامج التنفيذي المعد بين وزارتي العدل للبلدين الأمر الذي من شأنه أن يسمح بتعزيز القدرات والكفاءات لديهما في ميدان التكوين وعصرنا أنظمة العدل الأخ الفاضل معا للوزير السيدات والسادة الأكارم يأتي التوقيع على البرنامج التنفيذي تعزيزها لعلاقات التعاون بين وزارة العدل البلدين باعتباره إحدى ميكانيزمات وأليات وضع حيز النفاذ لمذكرة التفاهم الموقع بيننا بتاريخ 5 أبريل 2015 هذه الأخيرة مذكرة التفاهم تؤسس لتبادل الخبرات بين الوزارتين ومؤسساتها وكذا التكوين لأعضاء السلطتين القضائية كما لا يفتن أن أنويها بأهمية تنمية المورد البشري حيث أضحى لب السياسات الاستثمارية المعاصرة ويلعب دورا هاما في مواكبة تطورات العصر الرقمي وميكانيزمات ومما لا شك فيه أنه لا يمكن لقطاع العدل أن يكون بمعزل أو أن يتخلف عن هذا المسار ومن هذا المنطلق خصص البرنامج التنفيذي الذي أمضيناه اليوم حيزا هاما للتكوين وتدريب القضاة بما يسمح للطرفين من تبادل الخبرات والتجارب بشأن المناهج الدراسية والتدريبية للمعاهد والمدارس التي تعنى بتكوين القضاة لدى الطرفين وبرامجها التكوينية وكذا إيجاد آلية مشتركة تصب إلى تطوير هذا المجال وبذلك فإن التعاون بيننا بموجب البرنامج التنفيذي الموقع اليوم يشكل اللبنة الأساسية التي ستسمع بالتوفير الأرضية للمضي قدما للنهوض بقطاع العدالة بما يسمح له بمجابهة مختلفة المخاطر مهما كان طبيعتها ونشير في هذا الإطار إلى التجربة التي عاشها العالم في ذلك جائحة كورونا حيث برزت أهمية تقنية التكنولوجية لتوفير عديد خدمات على مستوى قطاع العدالة كأساسية في العمل القضائي والإداري هذا المجال شكله الآخر محوراً أساسي للتعاون في هذا البرنامج لا سيما من خلال تبادل المعلومات حول التطوير وعصرنت نظم جهاز العدالة والبحث عن سوء للتعاون في ذات المجال يبرز البرنامج كذلك عديد المجالات التي يكون التعاون فيها مهماً لا سيما أهمية ترقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي والمدني الكيفيات العملية للترسيخ المبادئ الدستورية وحماية حق الإنسان المنبثقة عن الصقوق الدولية وحماية المعطايات ذات الطابع الشخصي لا سيما في التعاون القضائي الدولي وفي الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغيرها علاوة على ما ذكرناه سيسمح البرنامج التنفيذي بتعزيز التعاون بين المركز الجزائري للبحث القانوني والقضائي ونظيره معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومشأني كذلك نؤسس لوضع اتفاق ثنائي بين المؤسستين وتبادل الدراسات القانونية والقضائية في الأخير نهنئ أنفسنا بالمستوى الذي بعلقته العلاقات الجزائر الكويتية ونعبر عن استعدادنا الدائم للعمل السويا من أجل قطع أشوات أخرى جديدة في مجال التعاون المشترك ولا يسعني إلا أن أتمنى لكم وللشعب الكويت الشقيق المزيد من الخير والرفاه وأسأل الله أن يثبت بلدينا في بر آمن ويسدد خطانا لدوام استقرارهما أشكركم على كرم الإسراء والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر